اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من ندوة المغاربية في تقريرها السنوي لعام 16 و 2000 اتهمت منظمة العفو الدولية منستي انترناشونال الرئيس الامريكي دونالد ترامب وزعماء دول أخرى كبولندا والمجر ورؤساء أحزاب يمينية متطرفة اتهمتهم بنشر خطاب الكراهية وهو ما يجعل العالم أكثر خطورة حسب تقرير المنظمة كما وصفت منظمة المنظمة المعنية بحقوق الإنسان عام 2016 بأنه العام الذي بلغ فيه خطاب الكراهية والخوف مستويات لم يبلغها منذ ثلاثينيات القرن الماضي عندما اعتلى أدولف هتلر السلطة في ألمانيا وندد التقرير بالسياسات المتغاضية عن العنصرية وذكر كذلك كثيرا من الزعماء بتبني خطط لا إنسانية لتحقيق أغراض سياسية بدلا من القتال من أجل حقوق الناس وقال التقرير أن هناك حكومات تستغل اللاجئين لأغراض سياسية وأن السياسيين الذين يستخدمون خطابا مفرقا ولا إنسانيا ضد مجموعات من الناس يخلق ذلك عالما أكثر انقساما وخطورة وتحدث التقرير عن الرئيس الأمريكي ترامب باعتباره مثالا للسياسة الغاضبة والأكثر فرقة وأشار إلى زيادة خطاب الكراهية في الولايات المتحدة وأوروبا ضد اللاجئين قائلا إن ذلك قد ينعكس في مزيد من الهجمات على الناس بسبب عرقهم أو نوعهم أو جنسيتهم أو دينهم وانتقد أيضا البلدان التي قال إنها كانت مدافعة عن حقوق الإنسان خارج أراضيها ثم تراجعت عن حقوق الإنسان والدفاع عنها داخل أراضيها مشيرا إلى سوء تعامل المجتمع الدولي مع أزمة اللاجئين السوريين إذن تصاعد خطاب الكراهية في العالم الأسباب والتداعيات موضوع هذه الندوة أرحب بضيوفي في الأستوديو الأستاذ محمد كسبر نائب رئيس الرابط الإسلامية في بريطانيا مرحبا بك أستاذ محمد الأستاذ مصطفى كاركوتي الكاتب والمحلل السياسي مرحبا بك أستاذ مصطفى وأستاذ محمد جميل رئيس اللجنة العربية لحق الإنسان أو المنظمة العربية لحق الإنسان في بريطانيا مرحبا بك أستاذ محمد ومعي عبر الهاتف من جناف عضو لجنة الأمم المتحدة لمنهضة التعذيب الأستاذ عبد الوهاب الهاني مرحبا بك أستاذ عبد الوهاب مرحبا سيد الكريم أبدأ معك هذا النقاط أستاذ عبدالوهاب خاصة هذا الأسبوع شهد اجتماع مجلس حق الإنسان التابع للأمم المتحدة والأمين العام نفسه في كلمته الافتحية أشار إلى ما سماه وباء انتشار كراهية الآخر أو انتشار المعادات أو انتهاك حقوق الإنسان هناك وعي يبدو انتلاق من هذه الكلمة أممي بارتفاع منسوب الكراهية في العالم ما هي أهم الأسباب التي وقفت عندها منظمة الأمم المتحدة خاصة هذا المجلس مجلس حق الإنسان التي دفعت إلى ارتفاع منسوب الكراهية في العالم والله الحقيقة كما تفضلت سيادتك وأشكركم أشكر قناة المغربية على الاهتمام بهذا الموضوع على انتشار الكراهية لأنه قبل أن تبدأ الانتهاكات الجسيمة الفعلية لحقوق الإنسان تبدأ الكلمة وكما ورد في كل الديانات والثقافات أنها في البدء كانت الكلمة والكلمة قد تكون طيبة تفضي إلى عمل طيب إلى عمل صالح يؤجر صاحبه في الدنيا والآخرة وقد تكون الكلمة الخبيث أيضا تؤدي إلى الفعل الخبيث وعادة ما كانت انتهاكات حقوق الإنسان تسبقها الكراهية تسبقها خطاب التحريض على الآخر الآخر المختلف دينيا أو الآخر المختلف عرقيا أو الآخر المختلف لغويا أو الآخر المختلف سياسيا أو الآخر الأجنبي الذي يأتي من بلد آخر يبحث عن الحرية عن الأمان أو عن العيش الكريم فبالتالي اهتمام الأمم المتحدة بمحاربة خطاب الكراهية هو اهتمام مهم جدا تم تأكيد عليه في افتتاح الدورة الرئيسية للمجلس حقوق الإنسان في شهر مارس وهي الدورة التي تشهد قسم رفيع المستوى بمشاركة ممثلي وزراء ورؤساء دول أكثر من مئة دولة هذه السنة ومشاركة الأمين العام للأمم المتحدة تأكيد الأمين العام على ضرورة أن نقف جميعا لصد وباء انتشار الكراهية هو تأكيد مهم جدا على اعتبار أن الوقاية هي في هذا المستوى في مستوى الخطاب في مستوى التفور العلاقة مع الآخر وبالطبع الممتحدة لها أيضا برامج كبرى في محاربة كراهية الآخر لما أقول الممتحدة ليس فقط ممثلي الدول هؤلاء الذين يجتمعون ولكن أيضا خبراء المجتمع المدني خبراء الممتحدة وخبراء المجتمع المدني لأن الموضوع الممتحدة تقبل بمشاركة هناك دور كبير جدا متصاعد ومتعاظم للمجتمع المدني في التأثير على قرارات الممتحدة حتى لا تبقى الممتحدة سجينة فقط لمصالح الدول ولكن يكون المجتمع المدني هو ضمير المجتمع المحلي سنأتي بعد قليل أستاذ عبدالله بالحديث عن التعدعيات والسبل لمواجهة هذا الخطر الذي يتهدد العالم بصفة عام أستاذ محمد جميل رئيس المنظمة العربية لحق الإنسان في بريطانيا في بريطانيا كذلك في هذا الإطار نفسه إحصائيات رسمية لوزارة الداخلية تتحدث على ارتفاع نسبة الكراهية خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنسبة ربما تزيد عن 41% بتقديرك ما هي الأسباب لذلك؟ يعني الأسباب الرئيسة لذلك الحملة التي سبقت الخروج من بريطانيا وتبنيها من المينستريم بوليتيشنز في بريطانيا الملاحظ أن جريمة الكراهية في بريطانيا تزداد وتتصاعد إذا خرج مسؤول في الحكومة البريطانية أو في حزب من الأحزاب وتحدث بهذا الخطاب مثلا توني بلير في أحد المرات ألقى باللائم على الإسلام والمسلمين نتيجة الإرهاب الحادث في مختلف دول العالم هذا يعطي ضوء أخضر لبعض المتطرفين لترجمة خطاب الكراهية إلى أفعال عنفية غياب القوانين التي تضبط خطاب هذا الخطاب العنصري يؤدي إلى تصاعده يعني في بريطانيا لماذا هناك خوانين تجرم الخطاب الكراهية؟ لا ما أقصد أن يقولون أن هناك خطاب كراهية ضد المسلمين وضد الإسلام لماذا لا تكون هناك قوانين خاصة تحمي هذه المجموعة منها الأقليات لتسريع الإجراءات القانونية لماذا يبقى على وضعها تحت الإطار العام وهو خطاب الكراهية بينما مجموعات دينية وعرقية أخرى هناك قوانين خاصة لهم تحميهم شيء مهم أن قيادة البلد عندما تتبنى خطابا صارما ضد خطاب الكراهية نجد أن هذا الخطاب لا بد أن يتراجع عندما الحكومة تضع إجراءات حاسمة وقوانين تلجم هذا الخطاب أيضا نجد أن هذا الخطاب يتراجع في تفجيرات جولاي 2005 في لندن هنا رغم التفجيرات ورغم الاحتقان الشديد عمدة لندن كان له دور كبير في احتواء الموقف لدرجة أني سمعته في أحد المرات أن مسلما واحدا لم يضرب كف في إطار هذه الأحداث هذا دليل على أن القيادة لها دور فعال ومؤثر في تقليل خطاب نعم على ذكر القيادة السياسية أستاذ مصطفى التقرير من أمنيستي يتحدث على خطاب ترامب وهو كان مترشح للانتخابات الآن صار رئيسا ويتحدث كذلك على خطاب القيادات السياسية هذه والأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا ويقول أنها هي التي سببت السبب الأساسي بالعبارة يقول هي السبب الأساسي في ارتفاع نسبة الكراهية هل توافق على هذا التشخيص؟ هو طبعا أحد الأسباب وليس بالضرورة السبب الرئيسي بس في التأكيد هذه نقطة في غاية الأهمية غياب الدور القيادة الوعي في الغرب عموما طبعا ظاهرة ترامب هي ظاهرة جديدة أو ليست الظاهرة لحد ذاتها جديدة التعبير عنها جديد التعبير على هذا المستوى السياسي المتقدم أنت تتحدث الآن عن رئيس أهم دولة في العالم يتحدث في هذا الخطاب خلال حملته الانتخابية وحتى بعد تنصيبه رئيسا للدورة ترامب مانع سبع دول مواقع سبع دول المصري ما دليل على ذلك؟ بالتأكيد فعندما يأتي الخطاب من هذه الذروة العالية والمتقدمة جدا والتي تشكل تاريخيا قدوة سياسية للغرب بالتأكيد هذا يعزز ويصعد أيضا من دور اليمين بشكل عام في أوروبا لعلني أذكر هنا في الستينات على سبيل المثال كان هناك تفرقة عنصرية بين الأبيض والأسود حتى في الولايات المتحدة في الباص في المركبة حافلة الركاب هناك كان مقاعد الضيد ومقاعد السود على سبيل المثال حتى قبل 40-50 سنة يعني نتحدث عن نصف قرن فالآن التفرقة مختلفة طبعا تحت عنوان الكراهية كراهية الآخر ليس بالضرورة اللون ولا الخط السياسي الآخر بشكل عام الآخر القادم إلى هذا المشكل نحن وهم نحن وهم هنا في هذه اللحظة وفي هذه النقطة تحديدا هنا غياب شبه تام من الدور القيادي للأحزاب السياسية في الغرب وخاصة في أوروبا ومن المؤسف والمحزن أيضا غياب دور قيادي للأحزاب التقدمية مثل حزب العمال مثلا البريطاني هنا أو الحزب الاشتراكي في فرنسا إلى آخر هذه السلم القائمة الطويلة من الأحزاب التقدمية يفترض التي لديها وعي أفضل وأكبر لاستعاب الآخر وخاصة أن هذا الآخر يأتي إلى هذه البلاد بنسب كبيرة يجب أن يكون هناك سياسات دمج توعوية للقادم ولمستقبل يعني البعض يقول أن أوروبا الآن تعيش مشكلة الأزمة فكرية سمها البعض غياب قيادات تاريخية كبيرة لها تأثير كما كان في السابق أسماء كانت لامعة ولما تقول كلمة شعب كلها يخرج وراءها وكذلك قيل أن هناك عدم ثقة في الأحزاب التقليدية هذه سواء اليمين التقليدي أو حتى اليسار التقليدي مما دفع الكثير من المواطنين إلى الاتجاه نحو الأحزاب اليمينية المتطرفة التي يرون أنها في شكل من الأشكال تحاول الحفاظ على ما تبقى من هوية هذه المجتمعات هذا ربما يزيد في صعود نسبة الكراهية محمد كسبر يعني في تقديرك أنت هل فعلا هذا غياب الشخصية القادرة على التأثير تأثير الشعب والمواطنين وغياب هذه الكاريزمة التي كانت موجودة هل فعلا هو الذي يدفع الناس نحو الأحزاب اليمينية وبالتالي نحو مزيد من الإنغلاق خلنا نقول أمام نسبة اللاجئين التي ترتفع من سنة إلى أخرى يعني تذكر الأحصايات مثلا في سنة 2016 في إيطاليا سابقة تاريخية 180 ألف شخص وصلوا إلى السواحل الإيطالية جايين من إفريقيا ومن دول عربية مدى تأثير القيادة السياسية على استيعاب وتلطيف الأجواء خلنا نقول في التعامل مع الآخر هذا الذي يأتي لاجئا أو مهاجرا يبدو أن الخطاب الشعبوي هذه الأيام هو السائد سيد الموقف في أوروبا وفي الغرب بشكل عام وجدناه في أمريكا وجدناه حتى هنا في بريطانيا لوبان في فرنسا وغيرها في هولندا وغيره هذا الخطاب الشعبوي طبعا أثر بشكل أو بآخر على القيادات السياسية في كل بلد فعلى سبيل المثال هنا في بريطانيا كثير من قيادات السياسية مشوا في موضوع البريكسيت والخروج من أوروبا لأنه وجدوا أن هناك خطاب تعبوي شعبوي يريد أن يخرج من أوروبا فما شو في هذه الموجة مع أنه أنا أتوقع كثير منهم يمكن غير مقتنع في هذا الأمر لذلك هذا الأسف الشديد ما يحصل الآن في الغرب في أمريكا وفي أوروبا أنه السياسيين لم يعد لهم الكلمة الفصل في أمور كثيرة بل يستمعون كثيرا لرأي الشرح حتى لا يخسروا مناصبهم عبر الانتخابات وغيرها من الأمور وهذا أكيد يزيد من من هذا الخطاب المتطرف دعنا نقول من قبل اليمين المتطرف ويزيد التطرف في أوروبا لذلك الآن على سبيل المثال في بريطانيا الأحزاب اليمينية المتطرفة صار لها وجود حقيقي وهي في تزايد للأسف الشديد وإذا لم ينتبه المجتمع بشكل عام المجتمع المدني لهذا الأمر ويتوحد ضد هذه الموجة وهذا يبدو أن هناك فيه نوع من الحنين للماضي لو عدنا إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية كان هناك فيه خطاب مشابه لهذا الأمر وهذا أدى إلى حروب في أوروبا وحروب كبيرة أتت بالمآسي على الجميع يبدو أن هذا الخطاب الآن يعيد نفسه وذلك هناك خطر كبير ليس على أوروبا وعلى الغرب بشكل عام بل على العالم من أن يعيد التاريخ نفسه وتعاد هذه المآسي وبدايتها كما وجدنا في أمريكا في ترامب وما حصل في ترامب على فكرة ترامب لم يأتي فقط ضد المسلمين هو أتى ضد المكسيكيين وضد الصينيين وضد البيئة وضد المرأة وضد جميع بمشملهم ذلك يحتاج أن يكون هناك تحوحد من كل هذه الناس حقوق الإنسان وحقوق المجتمع أو قيادات المجتمع المدني للوقوف في واجه هذا التطرف القادم على ذكر فعلا الإحصائيات ودور القيادات السياسية التي كلكم أشرتولها هي في إحصال الـ FBI الأمريكي يقول أنه نسبة الجرائم الكراهية ضد المسلمين ارتفعت بمقتار 67% في عام 2015 مقارنت بعام 2014 في سنة واحدة ارتفعت بنسبة 67% بشكل أنه 257 حادث وقع في هذا العام مقابل 154 في السنة التي قبلها في ارتفاع مهول جدا 67% عبد الوهاب هاني في جناب بتقديرك ما هي كذلك الأسباب التي يمكن أن تكون ناتجة نسميها بين ضفرين الموضوعية الأسباب الموضوعية لارتفاع نسبة الكراهية طبعا نسبة الكراهية غير مقبولة لا إنسانيا ولا حتى دينيا لكن البعض يقول هناك أسباب معقولة طبيعية تؤدي لخطاب الكراهية وهي تصرفات الأجانب تصرفات المهاجرين وما يحدث كذلك في العالم العربي هذه الجماعات المسلحة أو الجماعات الإرهابية الموجودة في تلك الأماكن كله مجتمعا يدفع كذلك وهو أحد أسباب ارتفاع منسوب الكراهية وحالة العمل على إغلاق أبواب أوروبا في وجه الآخر هل توافق على هذا السبب كذلك؟ الحقيقة لا أعتقد في وجود أسباب معقولة لأنه لا معقولية للكراهية ولا معقولية للتباغض بين بني البشر لكن هناك عناصر تغذي هذه البغطال لأن وراءها أحزاب يمينية متطرفة أفكار عنصرية متطرفة تقف وراءها أيضا مصالح مالية واقتصادية وفي هناك بعض الجهات يعني من الملل ومن النحلة لا تحب التعايش السلمي بين الناس سواء داخل الدولة الواحدة نرى أيضا بث الفتنة والفرقة في دولة واحدة دولة رواندا وحف مكونات المجتمع الواحد على أن يقاتل بعضهم البعض ومليون ضحية في بضعة أسبيع ورأينا ذلك حروب أهلية داخل الوطن الواحد لأن هناك أيضا مصالح ولكن هناك عناصر تغذي بالطبع ما يجري في عالمنا الإسلامي بعض التصرفات الشاذة للبعض من أبناء جلياتنا ولكن الحقيقة سمعت الإخوان يعني الأخ محمد ومحمدين ومصطفى وأسئلتك وردت أن أتناول ممكن ثلاثة جوانب هناك جانب واضح هناك جانب سياسي تفضل به الإخوان وهو يعني حف الأحزاب التقدمية في الغرب على أن تؤكد على ضرورة التعايش وهذا جانب إيجابي ولكن للأسف هناك نقص كبير في مشاركة الجاليات المسلمة في الشأن السياسي يعني هذه جالية مسلمة هؤلاء أبناء جالية هم الجيل الثالث والرابع وأحيانا الخامس للهجرة ونالك نامحة طيبة وصول صادق خان عمدة لندن هذا يساهم أيضا مساهمة فحالة في مكافحة التمييز العنصري عندما يصبح المسلم جزء من نسيج المجتمع عندما يصبح صادق خان زعيما مسلما عمدة لدولة أوروبية ونأمل أن يحصل ذلك في دول أخرى هذا أيضا يساهم في مكافحة التمييز العنصري فهذا الجانب السياسي هو مسؤولية مشتركة للجاليات المسلمة وأيضا للقيادات السياسية في هذه الدول وذلك هناك جانب ثقافي ما هي الأدوار تفضل سياسك بين الضفرين الأسباب المعقولة ما يجري لداعش هل تعلم يا أخي الكريم أن داعش تنتج ألف سبكات الأنترنت في الشهر أين هم القادة الدينيون المعتدلون أين هم رموز جالياتنا المسلمة هل هم متواجدون في الإعلام هل هم متواجدون في شباكة التواصل الاجتماعي نجد البعض متواجد ولكن بنسب ضعيفة جدا الذي يحتل المشهد هو هذا العنف الدكوي للأسف الخطاب العقلاني خطاب التعايش من جانبنا كمسلمين ومن جانب أيضا هذه الدول هو قليل جدا فأيضا هذه مسؤولية نقطة ثالثة نعم والنقطة ثالثة هي البعد القانوني هناك آليات وطنية ودولية لمكفحة التمييز العنصري مثلا هناك قوانين لكن هل لجأن نحن هذه القوانين لا أنا كنت في منذ مدة تبعت أشغال لجنة الممتحدة لمكفحة التمييز العنصري وكن هناك تقرير فرنسا للأسف الجمعيات العربية والمسلمة لم تكن حاضرة لم تلجأ لهذه الآليات الدولية التي وضعت لخدمة الضحايا يلجأ إليها آخرون ولكن للأسف الجديد ما زال وعينا القانوني بأهمية اللجوء لهذه الآليات الآليات الانتصاف القانونية المحلية الوطنية وأيضا الإقليمية والدولية ما يزال ضعيفا وعلينا أيضا إطار إجابتنا ومكفحتنا لهذا التمييز العنصري ألا نغفل أيضا هذا البعد القانوني بالإضافة للبعد السياس والبعد الثقافي سأعود إليك أستاذ عبدالوهاب محمد جميل براين ليفن هذا مدير مركز دراسات التطرف الكاهرة والكراهية بجامعة سان بيدرو في ولاية كاليفورنيا يقول إن المسلمين هم الآن أكثر شريحة مجتمعية في أمريكا يتم مزدراؤها ومن ثم يتم التحامل عليها على نطاق واسع يتحدث على الآن لماذا بتقديرك تجاه المسلمين هناك أعراق كثيرة ومهاجرين ولجئين كثر لماذا بالذات يتم استهداف المسلمين يعني الصورة النمطية التي أراد ترامب أن يرسمها للمسلمين كما غيره من السياسيين في أوروبا أنهم ليسوا متحضرين دعاة عنف دعاة قتل حقيقة هناك استهداف لمنظومة القيم التي يقوم عليها الإسلام ترامب وغيره من السياسيين يحاولون تحميل كل الآفات التي ضربت العالم من عمليات إرهابية وغيره إلى الإسلام بينما الإسلام دين 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 سلام دين محبة دين تأخي باقي يحاولون يعني ما يؤدي إلى ذلك هو تغييب الصورة الجميلة للإسلام في الإعلام في الوعي الأمريكي في الوعي الغربي وإيجاد الصورة البشعة للإسلام لدى المواطن العادي هذا يحتاج إلى آليات متعددة إلى خطاب من الجالية نفسها خطاب من القيادات السياسية المعتدلة خطاب من الإعلام الرئيسي لتوضيح المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها الإسلام وليس هذا الإسلام الذي يحاول أن يسوق له ترامب واليين المتطرف بعد قليل سنأتي الحديث عن دور جالية المسلمة والأقلية المسلمة في الرفع أو في إزاحة هذه السورة السودوية أستاذ مصطفى كيف تنظر إلى دور وسائل الإعلام لأن هذه الأفكار لو لم تجد منفذا ستبقى رهينة من يقولها أو من هو بجانبه لكن يبدو أن هناك توظيف أصلا لهذه الأفكار وهناك نشر وحاول أن نشر والعمل وصناعة خلن نقول بعض سما حتى صناعة الكراهي صناعة التخويف صناعة الإسلاموفوبيا في أوروبا دور وسائل الإعلام في ذلك اللي صارت الآن ما يسمى بالسلطة الأولى في العالم التي تشكل العقل الجمعي للمجتمعات وما في شك هناك تقصير واضح بالنسبة لوسائل الإعلام على اختلافها ليس في التعبئة ضد هذه الظاهرة ولكن في عملية أيضا التوعية واستعاب الفكرة عمليا حتى الآن أنا مقيم في هذه البلد في لندن منذ عام 3000 وفي الستينات عشت هنا لفترة سنتين أيضا نفس الوقت لم أشهد يوما حتى هذه اللحظة أن هناك ثم تفهم عام لدى هذه المؤسسات بأن المجتمعات التي نعيش بها تتغير وتتغير ديناميكيا على شتى المستويات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا إلى آخر هذه المسائل وبالتالي لا تتقدم هذه المؤسسات الإعلامية بنفس الدرجة من التغيير الذي يحصل في المجتمعات التي تعمل فيها هذه المؤسسات ولذلك تشاهد الخطاب الإعلامي عمليا في عام 2017 أو عام 2016 وكأنه لا يزال في عام 1980 على سبيل المثال في حين أن أوروبا شهدت تغييرات دي عفوا ديمغرافية واسعة في هذه البلدان لا تعكس نفسها في الإعلام عمليا طبعا هناك حالات متقدمة أفضل مما نراه أو نعيشه نحن في سكندينيفيا سكندينيفيا متقدمة جدا الدول الإسكندينيفية لا كلها حتى أستاذ مستطف يعني سويد نسبة اليمين متطرف الآن وصل 23% يعني فيه تقدم طيب صحيح بس هناك متقدمين جدا من ناحية استعاب المهاجرين منذ سنوات في ثقافة في توعية عملية وانت لما تقارن بريطانيا بفرنسا ستجد بريطانيا جنة يعني مقارنة بما يحصل في فرنسا التي هي ثورة الأوروبين طلقت منها والمبادمة العدالة والاحترام منها ولكن مع كل أسف أنت أشرت قبل خليل لغياب القيادات الكاريزماتية هذا ربما أحد الأسباب ولكن هناك أزمة في الأحزاب السياسية في الغرب البدائل دائما أضعف ومشوهة أشرت أزمة حزب العمال الآن في بريطانيا على سبيل المثال صح يعني عمليا لما يسقط زعيم سياسي لسبب من الأسباب لا تجد بديلا يماثله على سبيل المثال دائما البديل أقل من ناحية التفكير والمستوى محمد كصبر أنا أود أنه حصل في دار الرعاية مركز الإسلامي هناك في فترة فيه مشكلة حصل اتهام للمركز بدعم الأرهاب أو شيء من هذا ووقع قضية ضد الجريدة والصحيفة التي تحدثت في هذا الإطار ويبدو أن القضاء أنصف حتى دار الرعاية وألزم الجريدة بالاعتذار ممكن تحكينا شوي على أنه هذا مثال مثال وسائل الإعلام كيف تستهدف بالأكاذيب حتى مركزا إسلاميا من أجل تشويه صورة المسلمين من ورائه أظن ما قصدته هو مسجد فينس بيري بارك فينس بيري بارك نعم نعم قبل أن أتكلم في هذا الأمر الإعلام بالنهاية هو بزنس وما يطلبه القارئون أو ما يطلبه المشاهدون أو ما يطلبه المسلمعون لأسف الشديد المهيمن على الإعلام الغربي بشكل عام هم اليمين المتطرف والمعادين للعرب والمسلمين مردق وغيره يعني معروف من يمسك في لذلك لا نستغرب أن نجد الإعلام هو آخذ هذا الموقف من الجالية العربية والإسلامية نعم فيما يتعلق في نعم هناك الإعلام كل يوم يكتب عن مؤسسات إسلامية وشخصيات إسلامية موجودة لضرب مصدقية هذه المؤسسات خاصة المؤسسات الناجحة على سبيل المثال المسجد فينس بيري بارك هو من المؤسسات التي كانت قبل 2005 نحن نعرف التاريخ عندما كانت هناك مشاكل وغيرها انتقل هذا المسجد من الوضع المأساوي في ذلك الوقت إلى أن يصبح نموذج لمؤسسات كثيرة لم يعد هو مسجدا فقط للصلاة وهذا مهم جدا بل أصبح مركزا إسلاميا ثقافيا اجتماعيا مفتوح للجميع يخدم الجالية المسلمة وغير الجالية المسلمة وغيرها بالرغم من كل هذا الجهد الذي حصل لإخراج هذا المسجد من الإطار الذي كان به ما زال يتهم بالإرهاب وغيره وكما ذكرت هناك جهات كثيرة وضعت المسجد ضمن ملفاتها وغيرها كأنه مسجد إرهابي أو غيرها فقمنا برفع دعوة على تومس رويتز وهي تابعة لرويتز والحمد لله خلال الفترة الماضية والحمد لله تم الفوز في هذه القضية بعد أن هم طلبوا بتسوية خارج إطار المحكمة لأنه موقفهم كان ضعيفا وقد دفعوا تعويضات واعتذار وغيره هذا يبين على أننا كمسلمين نستطيع أن نقوم بشيء نستطيع أن نغير لا يجب أن نستسلم للواقع بأنه يكتب علينا ونحن نترك هذا الأمر نتقبل لا هذا يسيء إلينا أكثر ولكن عندما نقف ونواجه بالحق طبعا وبالقانون كما ذكر الأستاذ من عبد الوهاب فهذا مهم جدا وهذا يعطي المجال للآخرين كثير من المؤسسات الإسلامية الآن تتواصل معنا تطلب مننا خبرة في هذا الأمر كيف فعلتم ذلك نحن كذلك عندنا وضعية معينة قانونية كيف نستطيع أن نغير وكذا وهذا ما نريد نريد من الجالية المسلمة أن تستفز وأن تقوم بدورها دفاعا عن جاليتها ودفاعا عن دينها وهذا مهم جدا وما يطمن هذا هو النسبة العالية لاستقلال القضاء في هذه البلدان مهما حصل مهما ممكن نقول على الساسة لكن القضاء إلى حد الآن ما زال يحافظ على استقلال ونفس المشهد حصل في مدينة ترومة على سبيل المثال وقع بسبب تصرف البلدية إغلاق بعض المركز الصغيرة بحجة أنها مخالفة للقانون طبعا المركز لم تكتفي بهذا القرار رفعت القضية إلى القضاء بعد سان ونصف تقريبا من الأخذ والعطاء أنصف القضاء المركز الإسلامي وأجبر البلدية على الفتح وعلى التعويض كذلك بمعنى حينما فعلا يجتهد المسلمون ويتبعون الخطوط القانونية القضاء في نهاية الأمر ينصفهم المشكلة التي يواجهها المسلمين في هذا الإطار هي الإمكانيات المدية لأن أنت تعرف عندما تريد أن ترفع دعوة قضائية هذه مكلفة جدا وتحتاج إمكانيات هائلة بالأسف شديد نحن لا نستثمر في هذا الأمر علينا أن نستثمر في جديد أبنائنا يعني يدرسون يدرسون القضاء هناك تكون مؤسسة مالية مخصصة لهذا الأمر لمساعدة هذه المؤسسات التي عندها قضايا قانونية ولا تستطيع أن تستمر بها لأنه ليس هناك عون مالي في هذا الإطار عبدالوهاب الهاني أستاذ عبدالوهاب أعود إليك ما تعليقك على من يقول أن صعود اليمين المتطرف في أوروبا لن تنحصر آثاره المدمرة على حدود أوروبا بل سيجر العالم معه إلى الصدام هل هذا صحيح بتقديرك؟ بطبع هناك مخاوف كبرى لأن العالم الآن هو قرية صغيرة يعني مع وسائل التواصل الآن يعني كلمة تلقى أحيانا يمكن تأثيرها خارج البلد قبل تأثيرها في البلد يعني ما يجري الآن لو نلاحظ ما يجري في الأسواق المالية يعني مجرد أزمة تحصل في سنغافورة يمكن أن تؤثر على ما يجري في لندن وأزمة قروض المساكن في الولايات المتحدة الأمريكية أثرت على العالم كله فبالتالي أيضا على مستوى الأفكار كل الأفكار هذه المتطرفة والعنصرية سيكون لها تأثير كبيرا أنها تحرص وتهدف إلى العداوة وإلى الصدام بين الشعوب وبين الحضرات وبين الثقافات هناك أناس ينظرون لهذا الأمر كما هناك رجال دين ورجال فكر وفلاسفة وساسة ينظرون للتعايش بين الشعوب هناك من ينظر للعكس لحرب الحضرات ذلك في كتاب لفيلسوف أمريكي فبالتالي يمكن أن يكون تأثير كبير جدا لصعود الأمين المتطرف على العالم ككل وخاصة على التعايش بين الغرب وبين العالم الإسلامي وهنا مسؤولية كبيرة كبيرة جدا تقع على عادق القيادات الأوروبية وتقع أيضا على عادق القيادات المسلمة للجائد العربية والمسلمة في أوروبا التي عليها أن تشارك وأن تخضر في الشأن السياسي لأن وصول اليمين المتطرف من بين أسبابه عزوف العرب والمسلمين اللي هم مواطنين ولهم الجنسيات ولهم حق التصويت عزوفهم على التصويت طيب أنت إذا أضعت حقك فسيستعمل الآخر حقه هو سيقصيك من الوجود وسيؤثر تأثير سلبية فهناك مسؤولية كبرى بالطبع أيضا هناك مسؤولية كبرى على قادة العالم الإسلامي سمعت الأخ منذ حين يتحدث على الصعوبات المادية التي تواجهها بعض الجمعيات المسلمة لدينا دول المسلمة لديها إمكانيات كبيرة لدينا سياح مسلمون يأتون إلى أوروبا وينفقون ويتمتعون بجمال هذه المدن عليهم أيضا أن يساهموا في دعم المجتمع المدني الذي يكافح ويناضل ضد التمييز العنصر يخذ لك مثلا الأيباك هذه المنظمة الكبرى التي ترعى مصالح المكون اليهودي فيها الولايات المتحدة الأمريكية بالطبع هي تحصل على دعم رهيب جدا ليس من أعضائها ولكن أيضا من رجال أعمال من رجال مال يعتقدون أن وجود هذه المنظمات يحمي أيضا مصالحهم على السائح العربي وعلى المستثمر العربي وعلى رجل الأعمال العربي والمسلم أيضا أن يساهم في دعم المجتمع المدني لأنه عندما يزور الولايات المتحدة ويلاحظ إزدراء وعندما يزور لندن ويرحظ إزدراء منه ومن زوجته المتحجبة بشكل من أشكال تمتعه بالسياحة وهو في راحة أن يدعم هذه المنظمات حتى تتغير العقليات يصبح ينعم بالراحة ولا يتعرض لعمليات الإزدراء والتمييز العنصري حتى كفاءة واضح ابقى معي وسيد عبدالوهاب محمد جميل فيما يتعلق الآن بالخطر ونحن نتحدث عن تداعيات هذه الكراهية وارتفاع منسوبها أنه يتجاوز الأمر ما عادش فيه موقف فقط من المهاجر أو من اللاجئ هذا المختلف أنه يصبح فيه مشكل بين الأديان في حد ذاتها البعض يحذر من هذا أنه يصبح ما ذكره وما أشر إليه عبدالوهاب بالهاني صدام الحضارات هذا الذي نظر إليه بعض المفكر الأمريكان منذ مدة أنه يصبح يتحول ذلك إلى صدام بين الأديان نفسها بين الإسلام والمسيحية الإسلام واليهودي لغير ذلك يعني أول شيء خلينا يعني ضبط الأمر بأن خطاب الكراهية لا يتعلق فقط بالإسلام خطاب الكراهية أيضا يتعلق بالمكسيكيين يتعلق بالمهاجرين من مختلف الدول الذين الذين يزورون أو يهاجرون إلى هذه الدول ويواجهون خطاب الكراهية لأسباب مثلا اقتصادية عرقية وما شابه اليهود تحدث يعني أنا كنت بالأمس أسأل نفسي سؤالا مهم إيباك منظمة قوية في الولايات المتحدة الأمريكية لماذا لم تستطع وقف العمليات العنفية ضد المقابر وضد اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لما دائما اليهود يشتكون أن هناك أعمال عنف ومعادل لكن حقيقة هناك أعمال عنفية ضدهم متصاعدة في الولايات المتحدة الأمريكية لماذا لم تستطع إيقاف إذن الأمر ليس فقط قضية المشاركة السياسية مهما استطاعت الأقليات المشاركة في الحياة السياسية وهذا واجب ومطلوب لم تستطيع إيقاف هذه الهجمة المسعورة لأنها في مستويات عليا ومتقدمة تدير الأمور أنت ذكرت الـ FBI يتحدث عن إحصائيات يتحدث عن أرقاب الـ FBI لديه إمكانيات لديه إمكانيات التنصط لديه إمكانيات الوقاية لديه إمكانيات التدخل لماذا لا يتدخل بالأمس شاهدت فيديو عجيب أنا ظنيت نفسي في دولة منهارة لا يوجد فيها قانون قوات شرطة في أمريكية في محطة قطار يمسكون بالعصي يهجمون على الأمريكي قبل المهاجر الأمريكي الذي يحاول حماية المهاجر يلقى فيه الأول ويعامل هذا الأسبوع حصل في أمريكا خداع الناس المغيبون الموضوع يحتاج إلى الموضوع أكبر من أن يحل في إطار محلي الآن أخونا من الأمم المتحدة في جنيب الأمم المتحدة غائبة الأمم المتحدة أجهزتها متراجعة جدا الآليات كلها معطلة نتيجة الشلل التام في أجهزة الأمم المتحدة إن كان على مستوى التعذيب على مستوى الاختفاء القصري لماذا كل حملة الكراهية أصلا سبقها انتهاكات متعددة في دول ديكتاتورية أدت في هؤلاء المهاجرين للخروج إلى هذه الدول إذن هناك أدوار معطلة هناك جهات كان يجب أن تقوم بأدوار لم تقم بهذه الأدوار خطاب الكراهية وتصاعده هذا يفتح الأبواب إلى أشياء لا يمكن توقعها ممكن يفتح باب الجونيسايد يفتح باب المجازر الجماعية الترحيل الجماعي أوروبا شاهدناها كيف تقوم بترحيل المهاجرين 2 مليون مهاجر أو 3 ملايين مهاجر صعبة على أوروبا التي تعدادها 750 مليون أن تستوعب هؤلاء الناس وممن كانت الحملة على هؤلاء من رؤساء الدول من رئيس دولة النمسا المجر ليس فقط الأحزاب المتطرف أستاذ مصطفى ونحن في الدقائق الأخيرة الآن ماذا يجب فعله من أجل إيقاف هذا النزيف وكأن مجموعة تعيش تحت سقف واحد ولكنها في نفس الوقت تسعى إلى هدم هذا السقف ماذا يجب فعله كجالية مسلمة عربية موجودة في دول أوروبا لإيقاف وعادة ترشيد صحة العبارة ترشيد هؤلاء وهذه الأحزاب إلى أن ما تقوم به سيأتي على الأخضر وليابس في نهاية الأمر هو بالتأكيد نحن مقصقون جدا أيضا يجب أن نعترف بذلك بمعنى أننا نغيب عن الاندماج في الحركة السياسية المحلية عدد المسلمين والعرب عبر الأربعين سنة الماضية على سبيل المثال الذين انتسبوا إلى الأحزاب البريطانية قليل للغاية هناك قياب كامل عمليا العربي المهاجر أو المسلم المهاجر يأتي إلى البلد المضيف ويسعى وراء العيش أن ذات ست ولا شيء آخر الاندماج في المجتمع مهم جدا الاندماج بمعنى الاندماج حتى العظم لأن هذا هو موطنك الجديد وكالمسلم لا يساعد على الاندماج السياسة الاندماجية ليست لا يساعد بالتأكيد فيك عندك الحق أن تطالب بذلك من خلال النائب المحلي في الدائرة التي تعيش بها وهذا من حقك لا سيما أنك لديك صوت قوي في الانتخابات فتستطيع أن تفعل شيئا على المستوى المحلي مستوى البرلماني إلى آخر ولكن أيضا طبعا من مسؤوليات الحكومات في أوروبا وفي الغرب عموما أن تنظر في المسألة بشكل جدي على سبيل المثال أن تتخذ إجراء لاستحداث وزارة جديدة اسمها وزارة الدمج الانتجريشن منستري مثلا وزارة الدمج الاجتماعي هذا ليس موجودا وهذه بما أنها أصبحت مشكلة يجب أن تنظر الحكومات في هذه المسألة عندما جرى الاستفتاء حول بريكزيت الحكومة البريطانية أسست وزارة اسمها وزارة بريكزيت وزارة الخروج من أوروبا فلماذا لا تشكل تشكل إدارة إدارة الاندماج الاجتماعي أهم مثل هذا الموضوع محمد كوصبر على اعتبار مهمتك كناب رئيس الرابط الإسلامي هنا دوركم أنتم كهيئة كمنظمة كرابطة إسلامية ومن خلالكم طبعا دور المنظمات الإسلامية الأخرى في تفهيم هذا المجتمع أن هذا الاتجاه الذي يسير فيه المتطرف اليمين المتطرف هو سيأتي على الجميع الكل متضرر وليس فقط المهاجر أو اللاجئ طبعا دعنا نضع اللوم كله على الآخرين هناك اللوم نلام به نحن كجالية مسلمة موجودة في أوروبا وفي بريطانيا إذا تكلمنا عن بريطانيا هناك مسؤولية كبيرة على الجالية خصوصا أننا الآن نعيش الجيل الثاني أو الثالث من المهاجرين المسلمين الذين أتوا إلى هذه البلاد وهؤلاء ولدوا وترعرعوا في هذه البلاد لذلك العقلية القديمة اختلفت عن العقلية الموجودة الآن نحن كمؤسسة إسلامية الرابطة الإسلامية في بريطانيا وكثير من المؤسسات الإسلامية لا ندور نقوم به لا نقول أننا لسنا مقصرين هناك تقصير من الكل وحقيقة ويجب هذا التقصير أن يغطى بشكل أو بآخر التطرف موجود في كل جالية موجود في الجالية المسلمة وموجود في غير الجالية المسلمة دعنا نعترف بذلك أن هناك تطرف داخل الجالية المسلمة ويجب معالجته هل يبدو مجهود في هذا الإطار؟ وعلى الرابطة الإسلامية والمؤسسة الإسلامية دور في هذا الإطار هناك كثير من الأمور العملية التي حصلت إلى الوراء عندما حصل visit my mosque day هناك أكثر من 150 مسجد ومركز إسلامي فتحوا أبوابهم لغير المسلمين لأن يأتوا ومن قام بهذا العمل هم الشباب الشباب والشبات المسلمين الذين ولدوا وترعرعهم في الجالية هل وجدت قبولة؟ كان لها تأثير إيجابي كبير جدا حتى الإعلام الذي يعتبر معادل الإسلام والسلمي غطاها بشكل إيجابي هناك عندنا نستطيع أن نقوم بمبادرات بسيطة جدا ولكن لها تأثير كبير في المجتمع البريطاني يجب أن ننفتح على فكرة الانفتاح والانتغريشن التي هي الاندماج ليس من جهة واحدة ليس فقط من المسلمين هناك يجب أن يكون الاندماج مشترك ليس فقط نحن علينا أن نندمج على المستوى السياسي الحمد لله هناك خطوات قامت كما ذكر الأخوة هناك نواب مسلمين أصبحوا أكثر هناك عمدة لندن هناك الآن نفس عند الجالية المسلمة بأنه علينا أن نشارك وكثير من الناس الآن بدأوا يدخلوا في المؤسسات السياسية الأحزاب السياسية وليس فقط في الحزب العمال الحزب العمال مهم جدا لكن يجب أن يندمج في كل المحافظين إلا الأحزاب المتطرفة طبعا كاليوكيب وغيرها لا نحبد هذا بسبب التطرف الذين تتكلم عنه ولكن المحافظين وغيره في مجال لأن يصلوا إلى مراكز ومستوى وهذا ما نشجعه الآن وهناك مؤسسات أصبحت قائمة لمتابعة هذا الأمر وتشجيع الجيل الجديد للدخول في هذا الأمر وهذا يحصل حقيقة ولكن بتدرر فيما يتعلق بالأعمال الخيرية تتعرف أنت بريطانيا من كثير الدول البريطانيون تبروا عن للمنظمة الخيرية دور المسلمين الآن هل يغطون فقط المسلمين المحتاجين وإلا دورهم منصحب على الجميع هذا ما ذكرناه كثيرا وحصل في نقاش كثير بأنه علينا أن نستثمر في جليتنا مهم جدا أنه نساعد أهلنا في دول محتاجة في دول تعاني من الجوع تعاني من الحروب وكذا ولكن لو قلنا فقط 10% مما يجمع من المؤسسات الإغاثية في بريطانيا وضع الاستثمار داخل بريطانيا استثمار ضمن أئمة المساجد على سبيل المثال استثمار في الموضوع السياسي في الموضوع القانوني الذي نتكلم عنه عندما مؤسسة تظهم وتحتاج أن ترفع دعوة وأن يكون هناك صندوق يغطي هذا الأمور هذا مهم جدا والآن بدأ حقيقة هناك المؤسسات الإسلامية الكبرى الإغاثية بدأت تقوم بهذا الإجراء وتساعد المؤسسات الأصغر حجما في هذا الإطار المساعدات هل تصل فقط للمسلمين المحتاجين أم تصل حتى لغير المسلمين من الجماعات الخيرية الإسلامية يجب أن تكون للجميع يجب أن تكون للجميع ليس حصرا للمسلمين يجب أن تكون للجميع على سبيل المثال هناك المشروع طعام المشردين هذا ليس فقط للمسلمين نحن في المسجد عندنا نفتح كل يوم في الأسبوع نفتحه لغير المسلمين أو للمسلمين المشردين الذين ليس لهم مأوى ويحتاجون إلى طعام وهذا مشروع ناجح جدا وتكلفته بسيطة جدا ولكن تأثير الإعلامي وتأثير الإجامي ضبط المجتمع مهم جدا وذلك هناك عمل جاري في هذا الأمر ولكنه بالتدرج وليس كما نريد نحتاج أن ندفعه بشكل أكبر أعلاميين موجودين كذلك تشتغلون أعلاميين الحمد لله هناك تواصل مع الإعلام بشكل كبير والرابطة الإسلامية في بريطانيا أصبح لها اسم موجود داخل الإعلام في كل القضايا التي تتعلق بما يحدث في العالم أو ما يحدث في بريطانيا هناك تواصل مع الرابطة في هذا الإطار والإلهي الحمد أستاذ عبدالله أختم معك في دقيقة ونصف يعني ما الذي يجب فعله الآن من الطرفين وربما إذا أنت نخرجوك من العالم الأوروبي ما الذي يجب فعله على قدر الدول العربية والمسلمة من أجل إسناد الجالية المسلمة والعربية الموجودة في داخل أوروبا والتخفيف من هذا الخطاب المتصاعد خطاب الكراهية يعني أولا على المستوى أبدأ بالمستوى الأممي علينا أن نكون حاضرين أكثر سواء كدول أو كمجتمع مدني وحتى كأعلام في التعبير على وجهات نظرنا وفي مكافحة التمييز العنصري لدى الأمم المتحدة هناك بندقار لمجلس حقوق الإنسان البدن التفع في عشر بنود بندقار لمكافحة التمييز العنصري حضورنا كعرب وكو مسلمين حكومات ومجتمع مدني ضعيف جدا النقطة ثانية أيضا هناك مسؤوليات تفضل بها الأخ ولكن أود أن نؤكد أننا لا يمكن أن نحارب الكراهية بخطاب الكراهية لا يمكن أن نحارب البغضاء والعداوة بالبغضاء والعداوة علينا أن نحارب خطاب الكراهية بخطاب المحبة نبينا عليه الصلاة والسلام أوصانا بذلك ثالثا المشاركة ثم المشاركة ثم المشاركة وسأختم بهذه الملاحظة أنا التقيت الصحفي الكبير صديقنا روبرت فيسك وهو صحفي من عندكم من بريطانيا ومن أفضل الصحفين النزهاء في العالم ومنصف الحقيقة القضايا العربية والاسلامية قلت له وكان استجوب بن لادن وأصدر كتاب على حوار معه قلت له لو كان بن لادن حيا من سيكون أكبر عدو له بدون تفكير أجابني مباشرة قال لي سيكون عدوه الثورة التونسية لأنها أرثت نموذجا جديدا للتعبير على الرفض بطريقة سلمية أنا غير رافض على الحاكم الذي يحكمني أن تفض بطريقة سلمية لا أحرق بلدي وأقول له إرحل هذه الثقافة ثقافة أن نشارك وأن نغير بطريقة سلمية هي ثقافة مهمة جدا علينا أن نستثمر فيها شكرا جزيلا لكل الضيوف عبدوهب الهاني عضو لجل المتحدة المنهى التعليم من جناف محمد كوصبر نائب رئيس الرابطة الإسلامية في بريطانيا محمد جميل رئيس منظمة العربية لحقوق الإسلامة في بريطانيا ومصطفى كاركوتي الكاتب والمحل السياسي شكرا جميعا لكم الشكر موصول إليكم موعدنا إن شاء الله سيكون في ندوة مغاربية أخرى نتناولها سويا إلى ذلك الحين لكم مني ومن كل الفريق العامل تحية طيبة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة